نبدأ حضراتكم مع الأخبار اللي حصلت مبارح أبرز هرد الحكومة على شائعة استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح خزانة الدولة والأكدت أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة كمان الحكومة نشرت حصادها الأسبوعي في أمفو جراف هنتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها تأكيد الحكومة أن الأخبار الانتشرت بخصوص استقطاع أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية أو غيرها كلام مش صحيح وأن أموال الأوقاف لها طبيعة خاصة لا يمكن المساز بها وبيتم استقلالها بشكل أمسل في الأغراض المخصصة لها ووضحت الحكومة أنه بيتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية وتحسين أحوال الأئمة وخدمة القرآن الكريم وعمارة المسجد وأعمال البر زي المساهمة في إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية زي المدارس والمستشفيات ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كل الأجهزة الرقابية والمحاسبية في الدولة إمبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل مجموعة من الانفوغرافات اللي صلت من خلالها الضوء على الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 26 نوفمبر لحد 2 ديسمبر وتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي أم بيها إمبارح شارك دكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنفسة ومنع الممارسات الاحتجارية في اجتماعات المنتدى العالمي للمنفسة خلال أسبوع المنفسة واللي بتنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس واللي بيعتبر أطخم ملتقى دولي في مجال حماية المنفسة وبيجمع هذه الأجهزة حول العالم لتبادل الخبرات وعرض التجارب المختلفة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود إمبارح وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام حملتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية واللي أسفرت عن ضبط 1960 قضية تموينية متنوعة طبعا بالنسبة للشائع المتعلقة بأموال الأوقاف كنا لسه أصلا من ثلاثة يام كان فيه اجتماع مهم جدا للرئيس مع وزير الأوقاف وكان بيتكلم عن كيفية التعامل مع أموال الوقف بعتبرها طبعا أموال الدولة عارفين وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات الموجودة نتيجة الأوقاف الموجودة سواء كان وقف خيري أو وقف أهلي وإحنا عندنا أملاك الأوقاف مش فقط في مصر عندنا أملاك كمان في دول تانية فوزارة الأوقاف دورها أن هي تتعامل مع هذه الأصول ومع هذه الأموال أيا كان شكلها لتحقق ربح وتحقق عائد يعود على الدولة كلها بشكل عام لكن ما بيدخلش خزينة الدولة بيدخل إزاي بقى هذا الربح أو هذا العائد أو إزاي بيعود على الناس من خلال أعمال الخير برضو لأن هذه الأموال هي بالفعل توجه إلى الخير سواء بقى بنشوف دايما كده دعم وزارة الأوقاف في رمضان دعم وزارة الأوقاف في سقوك الأضاحي في التعليم فدايما هذه الأموال أموال الأوقاف توجه في هذا الأمر مصدر مهم كمان من مصادر أموال الأوقاف وهي صندوق النزور الموجودة في المساجد الكبرى اللي فيها أدرحها والمساجد الكبرى في جمهورية مصر العربية كلها بقى عليها من الرقابة الشديدة اللي خليها بالفعل مصدر أيضا من مصادر الأوقاف فما فيش أي أو هذا الكلام عاري تماما عن الصحة فكرة أن هذه الأموال يستقطع منها جزء إلى موازنة الدولة ده كلام غير مزبوط بالمرة طيب خلينا نروح في جولة في المحافظات المصرية واللي شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة أبرزها كان تخصيص معرض باب رزق 2 لأصحاب الحرف اليدوية من دوي الهمم في محافظة الأسكندرية والكشف على 2057 حالة مرضية في القوافل الطبية المجانية في الوادي الجديد و6500 قرار علاج على نفقة الدولة بـ 8 مليون جنيه خلال شهر في محافظة دميات وأخبار تانية كثير هنتعرف عليها في سياق التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة أبرزها أن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية أعلن فتح باب التقديم لمعرض باب رزق 2 واللي تم تخصيصه لأصحاب الحرف اليدوية من دوي الهمم لعرض منتجاتهم مجانا على شاطئ دوي الهمم المجاني في المندرة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة في محافظة الوادي الجديد قال إنه تم تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية خلال الأسبوع اللي فات للكشف على 2057 حالة في كل التخصصات بقرى المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوت محافظ الوادي الجديد إدارة نفقة الدولة بمدرية الشؤون الصحية بضميات أعلنت استصدار 6500 قرار علاج على نفقة الدولة بقيمة 8 مليون جنيه ودف شهر نوفمبر 2022 الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية قال إنه تم الانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية و10 مجمعات زرعية بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة أطلقت رابع جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قرى الريف المصري بمشاركة القوى الشعبية والتنفيذية بمركز مدينة أبو سوير في محافظة الإسماعيلية وده ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية اللي سبقوا بدأتها المؤسسة إدارة مرور الأقصر أعلنت إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر وأشارت إنه ضمن تنفيذ أعمال محور شمال الأقصر والمتضمن تنفيذ كبري تقاطع المحور مع الطريق الزراعي الغربي وكبريين سطحيين لربط المحور مع الطريق الزراعي الغربي فهيتم الغلق الكل للطريق وهيكون تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من اليوم والمدة أربع شهور اللي وقع سامسعدة محافظ أسيوت أعلن انطلاق القوافل العلاجية المجانية الشملة لشهر ديسمبر والتبع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق أربع مراكز هي أبو تيج والقصية وساحب السليم والداري واللي هتستمر لمدة شهر والحد يوم 28 ديسمبر بواقع يومين في كل قرية اشتركوا في القناة